السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب حنواصل لفقية الشابطر الثاني في مدت الميكانيك الهندسية الشابطر هذا اللي هو عنوانه خلال الشابطر هذا حنبدأ بشرح يعني بعض التمارين علشان نفهم أكثر محتوى الشابطر هذا حنبدأ بالتمارين الأول في التمارين الأول بيقولك determine the moment about the origin of the force F يعني قطعنا قيمة القوة F اللي هي هذه اللي هي 3i مع 3g مينة 4k القوة هذه الموجودة في النقطة A يعني لكن بيقولك في الحالة الأولى بنعتمر الفكتر R يساوي النتيجة هذه والحالة الثانية R تساوي النتيجة هذه يعني هنبدأ بالحالة الأولى اللي هي الأي الحالة هذه هنشوف يعني العزم يعني ما ننسى أن العزم حول النقطة أو بيكون يعني R across F طبعا هنبدأ بالحالة الأولى في الحالة هذه هنبدأ بالم أو الر حتكون كم؟ حتكون هذه يعني حتكون أول شيء هنحدد لاتجاهة الـ I G والـ K تحت كل واحدة هنكتب أي إحداثيات أول شيء مكتوبة اللي هو الـ R يعني لازم نكتب الإحداثيات متعة الـ R اللي هي الـ I بتكون 1 الـ J تكون مينس 4 والـ K بتكون ناقص 2 وبعدين نجيب الـ F اللي هي 2 و 3 و ناقص 4 يعني نكتب هنا 2 3 و ناقص 4 طبعا النتيجة متعة هذه أول شيء هتكون عندك على الـ I يعني حيكون component على الـ I حنخفي الـ I حنخفيها الـ I هذه المتبقية هي هذه يعني حتكون 4 في الـ 4 أو ناقص 4 في ناقص 4 حيكون 16 ناقص هذه في هذه يعني حتكون 3 في ناقص 2 حتكون ناقص 6 ناقص 6 ناقص 6 يسوي مع 6 على الـ I plus حنقل G الحين حنخفي يعني هذه حتكون 1 في ناقص 4 حيكون ناقص 4 بعدين حيكون ناقص كم حيكون ناقص 2 في ناقص 2 حيكون 2 في ناقص 2 حيكون ناقص 4 ما ناقص يسوي يعني plus 4 يعني حتكون ناقص 4 مع 4 في الجي plus يعني K حنخفي هذه حتكون 1 في 3 يكون 3 ناقص 2 في ناقص 4 حتصبح يعني plus 8 النتيجة متعة العزم بتكون 16 مع 6 يعني بتكون كم بتكون 22 I وناقص 4 مع 4 في الجي بتكون 0 و3 مع 8 بتكون 11 يعني هذه هي العزم متعة الحالة الأولى لو نمر للحالة B الحالة B حتكون يعني R بس هيتغير اللي هي R هذه حتكون يعني M O هنستعمل طريقة المصفوفة نحط I هنا F G و G بالنسبة لل R Cross F نحط يعني الاحذيات انتعة R اللي هي A 4 تحت I هنا 6 وهنا ناقص 8 بالنسبة لل F هي نفسها ما تغيرت F هتكون 2 3 و ناقص 4 طبعا هنحسب بها هذه أول الشي هي أعلى I هنخفي الكولون هذا حين نتبقي هتكون 6 في ناقص 4 وتكون ناقص 24 مينس 3 في مينس 8 هتكون plus 24 بالنسبة لل G هتكون يعني نخفي هذه لكن هتكون هذه في هذه ناقص هذه يعني هتكون 2 في ناقص 8 ثانية هتكون ناقص 16 ناقص 4 حتكون plus 16 بعدين هتكون plus هتكون على G هنخفي الكولون هذه هتصبح 4 في 13 12 2 6 2 6 6 هتكون ناقص 12 يعني كلها هتيجو 0 لأن نحسب هذه 0 هذه 0 كلها في 0 هتيجي 0 يعني العزم هيكون 0 هذا هو problem 1 بالنسبة problem 2 بيقولك determine the moment of the force F about the point لكن the point تختلف يمكن الأول نأخذ النقطة B بعدين C وبعدين A هناخذ السؤال أو الجزء الأول من السؤال الثاني قال هو العزم حول النقطة B يعني هناخذ الآن B طبعا هذه هي النقطة B أوكي يعني النقطة F النقطة اللي فيها القوة F اللي هي 250 في النقطة C يعني هذه هي المسافة يعني لو نزل القوة يعني على المحور هذا هتكون هذه هي المسافة لو نزلها على المحور هذا هتكون هذه يعني لو نزلناها على القوة هذه مثلا نفرض هذه اسمها F مثلا هذه F X وهذه F Y لو نزلناها بتكون على نفس المحور يعني العزم هيكون سفر يعني المسافة الوحيدة هتكون هذه ثلاثة اللي هي ثلاثة على الكمبونت هذا. يعني النتيجة حتكون كم؟ حتكون المسافة يعني هي حتكون الاف في المسافة دي. المسافة دي اللي هي هذه. تسوى ثلاثة متر. لكن هنا الكمبونت اللي هيكون كم? هيكون ماتين وخمسين في كوساين ثلاثين يعني حتكون النتيجة ثلاثة في كوساين ثلاثين في ماتين وخمسين يعني هذه هي النتيجة تساوي ستمية وتسعة واربين فاصل وخمسين نيوتن نمر للبي بالبي بيقول لك النقطة س طبعا بالنسبة للنقطة س النقطة س موجودة على محور القوة بمنها موجودة على محور القوة يعني الهزم حيكون الامسية حيكون سفر بالنسبة للس هنستعمل النقطة A هذه هي النقطة A يعني الفرق ما بين الحالة الأولى والحالة الثانية أنها المسافة هنا كان ثلاثة وهنا أصبح الثنين مع ثلاثة يعني حتكون المسافة هذه كلها نفس الشي يعني حتكون الام A حتكون في عوض هنا ثلاثة هنستعمل اثنين مع ثلاثة اللي هي خمسة في ميتين وخمسين في كصاين عفوا في كصاين ميتين وخمسين في كصاين ثلاثين اللي هي الزاوية هذه ثلاثين يعني النتيجة بتكون ألف واثنين وثمانين فاصلة ثلاثة وخمسين نيوتر عفوا نيوتر متر النال وحدة متعة العزم هذا هو العزم حول النقطة A طيب طريقة هذه نكون وخلصنا لبروبلم 2 نمر الحين لبروبلم 3 نفس السؤال تقريبا لكن الرسمة تغيرت أوكي فالرسمة هذه بيقول لك determine انتعى الفورس F about النقطة A U B U C U D لكن القوة اللي هنستعملها اللي هي القوة هذه اللي هي F تساوي خمسين نيوتر هنا بيعطيك الزاوية هذه اللي هي أربعين درجة طيب هذه ما عليكم فيها نشوفها بعدين اللي هي التنزيل بتاعة القوة يعني في الحالة هذه حنبدأ بالنقطة A يعني حنبدأ بالنقطة M A كم تساوي طبعا هذه هي القوة F وهذه النقطة A يعني لو نزل القوة على المحور المحور هذا اللي هو Y والمحور هذا اللي هو المحور X لو نزله هذه القوة بتكون يعني القوة هذه هتكون هذه هي الزاوية يعني هذه 40 يعني هي نفسها هتكون 40 يعني هتكون ناقص ناقص 50 في سين 40 لو ننزلها على المحور هذا يعني هتكون تساوي هي الاف واي بالنسبة الاف اكس هتكون 50 كسين 40 لكن بالمينس ليش لأنها العكس طبعا إذا كان ناخذ العزم حيكون الاف واي في الدي وان بلاس الاف تو في الدي تو طبعا إيش الاف واي والاف تو الاف واي اللي هي الكمبونة طاعة المحور اكس لكن هناخذها بالموجبة يعني الاف واي هتكون القيمة الموجبة بتاعت هذه يعني اللي هي 50 كسين 40 والاف تو هتكون القيمة المطلقة بتاعت هذه اللي هي الاف تو هتكون 50 40 طبعا بالنسبة للD1 الD1 اللي هي المسافة العمودية بين محور الF1 اللي هو هذا هو محور الF1 والنقطة يعني هذه هي الD1 بالنسبة للD2 هي المسافة العمودية بين محور القوة الF2 على النقطة يعني حتكون المسافة هذه كلها يعني هذه هي الD2 يلا بنعوضها الF1 كم تسعب الF1 زي ما قلنا اللي هي 50 40 والF2 يعني حتكون اللي هي عفوا هذه الF2 50 40 والF1 اللي هي 50 40 هنعوض مسافة دي1 كم تساوي دي1 اللي هي 3 متر ما بين الF1 يعني بتكون 3 متر اللي هي دي1 نضربها في الF1 اللي هي 50 كسين 40 بلس الF2 اللي هي 50 سين 40 هنحن نضربها في الD2 اللي هي دي2 كم المسافة هذي كلها لستة مع اربعة مع ثلاثة يعني نحسبها هنا ما عليش بنحط ستة مع اربعة مع ثلاثة هذي كلها تمثل الدي الدي لو نحسبها بنحصل خمسمية 32 خمسمية واثنين وثلاثين فاصلة وواحد وسبحين نيوتن متر هذا العزم في النقطة اهل اوكي بالنسبة للB الB العزم في النقطة هذه النقطة نفس الطريقة لكن المسافات هتختلف المسافة الديوان هتبقى هي نفسها المسافة الديوان هي نفسها اللي هي هذ ما بين النقطة والقوة لكن النقطة بي باللاحظ موجودة على الاف وان يعني المسافة كم سفر الوحيدة هتبقى اللي هي الاف تو والمسافة دي تو لكن الدي تو في الحالة هذي هتصبح المسافة هذي هذي هي الدي تو اللي هي كم اللي هي عشر ستة مع اربعة وهنا الديوان هتكون سفر ليش لأن موجودة على النقطة بي موجودة على المحور متاعة الاف الاف يعني على طول الان بي بتكون الاف تو في الدي تو اللي هي تساوي الدي تو اللي هي الستة مع اربعة في الافسها هي خمسين سين اربعين طبعا النتيجة بتكون ثلاثمية وحدة وعشرين فاصل تسعة وثلاثين نيوت المتر بالنسبة للحالة الثالثة اللي هي السي الامسي نفس الشيء موجود على المحور متعة الاف one يعني هيتبقى المسافة ما بين المحور لوحدة الديوان يعني هيكون صفر اللي متبقي انه القوة ما بين الافتو هذا هو المحور الافتو والنقطة حدي يعني المسافة هتبقى ستة يعني هتصبح الديو في الافتو شوفتو الديوان سفر ليش؟ لانها موجودة على محور الافتو لكن الديو هنا ستة تصبح ستة في الافتو اللي هي نفسها طبعا ما تتغير اللي هي خمسين ساين أربعين النتيجة بتكون مية أسنين وتسعين فاصل ثلاثة وثمانين نيوتن متر آخر شيء اللي هي الحالة دي اللي هي الآن طبعا النقطة دي موجودة على محور القوة على طول بتكون تساوي سفر طيب هذا هو البربلوم 3 الحين نمر للبربلوم 4 البربلوم 4 بيعطينا القوة F هي قيمتها 20 نيوتن ويقول لك بتاعت القوة 20 نيوتن حول النقطة بيرزولفين يعني حنوزع القوة إلى قوة على المحور X وعلى المحور Y يعني العزم حول النقطة B حيكون F1 في D1 لس F2 في D2 يعني F1 هي على المحور X هذا هو المحور X طبعا زي ما كم شايفين وهذا هو المحور Y لو نزلها على المحور X بيكون هذه F1 اللي هي هذه القوة تساوي كم؟ تساوي 20 cos 25 ينهى مجاورة الزاوية 25 بالنسبة لل Y هتكون هذه يعني هتكون الزاوية هذه هي مقابل يعني هتكون F2 شفتوا مفروض تكون بالسالب لكن احنا نقلنا دائما ناخذ القيمة المطلقة لأننا هنجيب المغنيتشود منتعة العزم حسن كده هتكون يعني 20 90 25 لكن السؤال المطروح بالF1 ايش الF1 هي المسافة ما بي عفوا الD1 هي المسافة ما بين المحور F1 والنقطة B هاي النقطة B يعني المسافة هتكون هذه كلها هذه هي الD1 والD2 اللي هي المسافة ما بين محور F2 اللي هو هذا والنقطة يعني هذه هي الD2 خلينا نجيب الD1 في المثلث هذا اللي هو قايم الزاوية اوكي شو عنا الD1 الD1 شو تمثل بالنسبة للزاوية هذي الزاوية هذي مش 65 يعني هي نفسها الزاوية هذي 65 صح ولا يعني بتكون مقابل يعني الD1 بتكون كم؟ بتكون الوتر اللي هو 2.5 اللي هي المسافة هذي يعني 2.5 في ساين 65 هذه الD1 وبالنسبة للD2 شو بتمثل الD2 بالنسبة للزاوية 65 مجاور يعني حتكون الوتر يعني الD2 حتكون الوتر اللي هو 2.5 متر في كوسين 65 هذه الD2 وهذه الD1 يلا نعوذها يعني نعوذ الF1 اللي هي هذي اللي هي 20 كوسين يعني حتكون 20 كوسين 25 نضربها في الD1 اللي هي هذي اللي هي 2.5 اللي هي ساين 65 plus الF2 اللي هي هذي اللي هي 20 ساين 25 نضربها في الD2 اللي هي هذي 2.5 طبعا 2.5 في كوسين 65 النتيجة بتكون يعني كالأتي بتكون 32.07 نيوتر متر يعني هذي هي العزم حول النقطة B طيب الطريقة هذي بنكون يعني شوبنا على التمرين هذا طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله في محاضرة قادمة نواصل لقيت الحل بعد المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته